وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا في الكريملين اليوم مع وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون لبحث الملف السوري من جانب اخر اكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف على اهمية منع تكرار الضربات على سوريا في المستقبل وكذا على ضرورة ايضاح افاق التعامل بين واشنطن وموسكو مجمل التفاصيل في تقرير نعمة مع العينين تيلرسون في موسكو وسط تصعود التوترات بين البلدين وقد اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجي الامريكي في وقت لم يعلن فيه عن جدول اعمال هذا اللقاء لكن تصريحات بوتين قبل اجتماعه بريكس تيلرسون تشير لا تراجع الثقة بين البلدين منذ انتولى دونالد ترامب منصبه يمكن للمرء ان يقول ان مستوى الثقة عمليا خاصة على المستوى العسكري لم يتحسن ولكنه تدهور وفي لقاء وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف مع نظره الامريكي ريكس تيلرسون استهل لافروف المحادثات بانتقادات مباشرة للضربة الساروخية الامريكية على قاعدة الشعيرات مشددا على انها غير قانونية من جانبها ضف تيلرسون ان هذه المحادثات تأتي لفهم اسباب وجود اختلافات حد بين موسكو وواشنطن واجاد سبيل لمد الجسر بينهم نتطلع لمناقشة صريحة وواضحة لنحدد طبيعة العلاقات الامريكية الروسية نريد توضيح الفروقات الكبيرة بيننا وبين روسيا واسبابها تيلرسون حل بموسكو في اول زيارة رسمية له منذ توليه مهمه في الادارة الامريكية وهي زيارة يحمل فيها وزير الخارجي الامريكي رسالة مشتركة من القوى الغربية مفادها ان روسيا يجب ان توقف دعمها للاسد بعد اجتماع للدول الصناعية السبع الكبرى بحضور حلفاء من الشرق الاوسط